مالقيون على طاولة الانتظار في مشاهد تفصلهم ربما خطوات عن الحياة حيث الحديدة اليوم باتت مزيجا من التلاقي بين الوجع والصمت الذي لا يحدث إلا في الروايات والأفلام السينمائية حيث تنتزع الحياة فيها على نحو قاس من أبنائها ولم يجري الاهتمام بها إلا من بوابة مينائها في مهمة التفاوض السلبية الذي يترك حياة البشر رهنا للإبتزاز والمساومات وهو ما تفعله ميليشيا سلطة الأمر الواقع في واقع الأمر تبدو محافظة الحديدة غربي البلاد مستودعا كبيرا للألم يحشر فيها كل من فقد القدرة على تحمل وجعه وكل من لا يمتلك أبسط ما يواجه به حالته الصحية الصعبة في مستشفيات متردية تفتقر لأبسط المستلزمات لمواجهة تدفق المرضى بين مصابين بالكلرة وأنواع مختلفة من الحميات لدينا صور بوسعها أن توقف العالم عن مكابرته في الحرب وتحويل اليمن إلى طاولة واسعة للمقامرة بأرواح الآلاف من البشر ممن يموتون بالقصف وبوباء الكلرة وحر الصيف الذي لا يرحم في ظل انعدام الخدمات الأساسية من أغذية ومواد صحية اللحظات الأسبق التي تردد هذه الصور صداها لا يمكن أن تساهم في إنقاذ هؤلاء لطالما والحديث طويل عن معاناة هذه المحافظة واحتياجاتها المعدومة أصلا من يقول لنا متى ستغادر الحديدة أو جاعها فالمدينة الملقية على ساحل البحر الأحمر تبحث عن مياه للشرب والمدينة التي تزخر بمقومات الحياة البحرية والبرية من أودية وسهول وحدائق ومزارع غناء يبحث أهلها وسكانها عن ما يأكلون أو يواجهون به أعباء الحياة صحيح أنها الحديدة المدينة التي عرفت بمينائها الأشهر في المنطقة منذ منتصف القرن الماضي الذي كان يسهم في تصدير مستلزمات دول عظمى لكنها أصبحت الآن بحاجة لميناء سلام كما تقول شواهد الحال هنا ليمدها بالمحروقات وما يحتاج الناس فيها من سبل للعيش ليرتاح ولو قليلا من مشقة لا تبدو عابرة بل لتسترد روحها عندما تضاء المصابيع فمن يسد ثقب أوجاع الحديدة الآن إذ لا يمكن أن يبقى المواطنون رهن واقعهم المؤلم الذي يتركهم فريسة بين كماشة سلطتين تتقاذفهم سلطة الإنقلابيين وسلطة الشرعية فاقدة البوصلة ترجمة نانسي قنقر